خبراء المستقبل جونا طبعا وخرجنا بمعلومة جولنا ومن اخر الدنيا ونصايح في طريقنا هدية ونشوط الدنيا بجمية واستفدنا كتير قوي منهم بنجاح مترجم في كلامهم بخبراءنا في كل المجالات هنحقق اكبر نجاحات خبراء المستقبل خبراء المستقبل جونا طبعا وخرجنا بمعلومة جولنا ومن اخر الدنيا ونصايح في طريقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على كل المشاهدين واهلا بكم وحلقة جديدة اخيرا من برنامج خبراء المستقبل مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة لان بقال انت فترة غايبين عنكم معلش كانت ظروف انشغال وشغله كده لكن في الظروف اللي حصل الجديدة قلت لازم وشغوف اللي انا بيحصل حواليه قلت لازم نرجع ويبقى لنا كلام مع بعض زي ما بيقولوا بالنسبة للكلام النهاردة مش هيكون عن الكورونا لان خلاص احنا عندنا حالة تشبع من الكلام عن الكورونا وعن الاعراض وعن وعن واللي بيحصل ويمكن غلط اصلا ان احنا نطول في الكلام عن كده انما احنا النهاردة هنتكلم اما بعد اما بعد الكورونا احنا المفروض نتصرف ازاي نتعامل ازاي نقدر نعيش ازاي مرتحين نقدر نعيش ازاي سعدة نقدر نتأقلم نقدر نستفيد من من الازمة ونحولها لنعمة ازاي هو ده المفروض هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة احنا هنتكلم على مرحلتين في مرحلة اولى لازم نمر بيها اللي هي ان احنا نقدر نتغلب على القلق نتغلب على الاسترس نتغلب على الاكتئاب اللي احنا عايشين في الايام دي وكمان لازم نقوي المناعة عشان نكون برضو بنتعامل بعقلانية او بحكمة لان الواحد مش هيبقى بيتغلب على القلق والاسترس وهو سايب نفسه عرضة ان هو يصاب فيقع في المشكلة فعلا والمرحلة التانية ازاي نتعامل مع الازمة دي عشان نستفيد منها ونفيد اللي حوالينا ونقدر نحولها النعمة وتبقى بالعكس من المصاعب والشداد اللي بتمر على الواحد لكن يفتكرها بعد كده بكل الخير لكن يبقى استفاد منها خبرات ويبقى سعيد لما يفتكرها زي الشباب كده لما بيخشوا الجيش بيبقى حامل هام وخايف منه ما بيدخل بيعمل مجهود بيبقى تعبان لكن بتبقى من اسعد ذكريات حياته من احسن فترات حياته وبتأثر في شخصيته على مدى العمر كل لازم نحط في اعتبارنا ان انا عشان اقدر اتغلب على قلق اقدر اتغلب على توطر اقدر اتغلب على استرس لازم يبقى عندي توازن توازن يعني ايه يعني لازم اكون نفسيا مزبوط لازم اكون جسمانيا مزبوط لازم اكون روحيا ودينيا مزبوط فانا لازم اعمل البالنس ده في شخصيتي وفي تفكيري وفي تصرفاتي دايما احافظ على التوازن من التلات جوانب دول في كل حاجة بعملها في ادراكي للحاجات اللي بتحصل حواليا في طريق التفكيري فيها في طريق التصرفي ورد فعلي في طريق التصرفاتي كلها مع الناس طيب ازاي اقدر اعمل البالنس ده خلينا ناخد مع بعض نقطة نقطة اولا نمسك الاول من الناحية الفيسيولوجية او البيولوجيا جسمانيا يعني ازاي هقدر ان انا اعمل البالنس ده مع جسمي هعمل حاجتين هاخد الاكلات او هعمل التصرفات اللي هتخلي جسمي يقدر ان هو يقضي على القلق والاسترس والاكتئاب بنسبة كبيرة وكمان هاخد الاجراءات والاكل والتصرفات اللي تخلي جسمي يترفع منعته طب اول حاجة الاكل والاجراءات والتصرفات اللي بتزود السعادة احنا عندنا هرمون اللي هو هرمون السيراتونين هرمون السيراتونين هو اللي بيخلينا نشعر بالسعادة وهرمون الميلاتونين هو اللي بيخلينا نشعر بالاسترخاء واللي بيساعدنا على النوم طيب الاتنين دول ممكن ان انا احصل عليهم زي الجسم بيصنحهم لما بناخد بعض الاغذية اللي بتساعد على ده طيب ايه هي الاغذية اللي ممكن بتعلي هرمون السراتونين عندي الاغذية اللي فيها فيتامين سي ايه هي الاغذية اللي فيها فيتامين سي على فكرة الكريز والتوت اعلى فيتامين سي من البرتقان واليوسفي والليمون اللي احنا متعودين عليهم وكمان الجوافة فيها نسبة عالية جدا من فيتامين سي ايه تاني اللي بيعلي هرمون السراتونين فيتامين دي فيتامين دي ده بان احنا نتعرض للشمس اه احنا مش مستحب نخرج كتير في اجواء الفيروس لكن ممكن عشان الاختلاط لكن ما يمنعش ان احنا لازم نتعرض للهوى النقي الطبيعي في فترة النهار بدري ونتعرض لضوء الشمس عشان فيتامين دي من ضمن الحاجات كمان اللي بتعلي هرمون السراتونين فيتامين بي 12 وفيتامين بي 12 موجود في اكلات كتيرة جدا زي اللحوم زي الخضروات زي المكسطرات يعني زي الفواكه مثلا زي الموز المكسطرات بالذات الجوز طيب احنا قلنا فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين بي 12 وكمان عندي الدارك شوكولت بتعلي جدا الهرمون بتاع السراتونين اللي هي الدارك اللي فيها نسبة الكاكاو عالية والسكريات شبه قليلة وناخد جزء صغير منها ايه كمان الحاجات اللي بتعلي عندي صدور الديوكورومي من الحاجات اللي بتعلي جدا هرمون السراتونين البطاطس والدي الأبيض وعشان كده البطاطس يعني مش بنقول يبقى فيه اسراف لكن هي من ضمن الحاجات اللي بتعلي هرمون السراتونين والدي الأبيض عشان كده الناس بتحب البيتزا والهامبورجر والحاجات دي فلانها بتعلي الهرمون بتاع السعادة فعلا اللي بيأكلها بيبقى مبسوط بس لازم نحافظ على ان احنا ما يبقاش عندنا اصراف لا في النشويات ولا في السكريات ولا في الكفايين لان ده بيعلي هرمون تاني بيخلي يحصل فيه توطر وقلق وسترس فنقدر نخلي اكلنا عشان نعلي فيه فيتامين الفيتامينز اللي بتعلي هرمون استراتونين يكون معتمد على الخضروات والفواكه اللي هي بزداد فيها فيتامين سي وفيتامين بي 12 يكون معتمد على العسل ده مضاد حيوي طبيعي بيزود المناعة هندخل بقى على الاكلات اللي بتزود المناعة عندنا العسل عندنا الجنزبيل عندنا الكوركم عندنا اللمون عندنا البروكلي عندنا اللب السوري فكل الاكلات دي لازم نبدأ ندخلها في اكلنا عشان نزود المناعة كده خدنا نعيم من الاكل نوع يعلي هرمون استراتونين ولو زودنا عليهم التمر والمكسرات شوية هيبدأ هرمون الميلاتونين عشان الماغنيسيوم هيبقى موجود عنصر في جسمنا فهرمون الميلاتونين هيعلن اللي هو بسبب الاسترخاء واكلات تانية بتعللنا المناعة الموجودة طبيعي في جسمنا اللي احنا قلنا عليها الكوركم والجنزبيل واللمون والحاجات دي كل ده طبيعي من الاكل الطبيعي ربنا خلق الجسم زي ما يقولوا يعني اللي هو السوفتوير بتاعه مظبوط جدا جهاز المناعة بتاعه مظبوط جدا زي رب الخير اللي يأتي إلا بخير حتى لما انت بتتعب لو التعب ده جاي نتيجة فيروس جاي لك من الجو طبيعي ربنا مأهل جهاز المناعة ان هو يتعامل معاه حرارتك بتعلق عشان تموت الفيروس بيطلع يعني خلايا بيبدأ جسمك يجمع قوته فتحس انت شوية انك يعني هبطان او خدلان او ان نفسك مصدودة لان بيوقف شوية بيهدي الدم اللي رايح للجهاز الهضمي بيهدي الدم الرايح لاجهزة كلها ويبدأ ينتج خلايا مضادة للفيروس ده بعد كده يبدأ عملية الرشحة عملية العطس احيانا في النزلات المعوية لو انت واخد حاجة غلط تبدأ عملية الاستهال او الحاجات دي عشان يخرج الفيروسات اللي هي دخلت الجسم فبيموتها وبيخرجها طبيعي من غير اي تدخل من الانسان الامراض اللي بتدخل جسم الانسان وبتسبب له مشاكل مزمنة او بتسبب له الوفاء الامراض اللي بتبقى نتج عن تدخل هو مش فيروسات طبيعي جات له من الجو يعني اصرف في الاكل فجاله سكر او اصرف في الدهون فجاله كوليسترول او اصرف في الاسترس والضغط العصبي فجاله الضغط او القلب بس ده بيبقى نتيجة الانسان عمله وليس الانسان الا مساعة لكن الحاجات اللي بتجننا من الجو ربنا مؤقلم الجسم ازاي هيتعامل معاها اذا احنا ما تدخلناش تدخلات سيئة يعني اذا احنا ما بدقناش نتوتر ونقلق فنبوز المناعة عندنا وخلينا نقول ان الواحد اذا توتر دي بتضيع المناعة تماما تقريبا بالتدريج لان فيه هرمون اللي هو هرمون الكورتزول بيبدأ يعلى الهرمون ده ربنا خلقه اصلا عشان لما الانسان يقابله مشكلة يبدأ يزبط جسمه يعني المستوى الطبيعي منه بيزبط الضغط بيزبط التركيز بيزبط الذاكرة بيخلي البنيادة مهيئ ان هو يستقبل اي حاجة ويتعامل معاها لكن لو فضل القلق والاسترس على طول هرمون الكورتزول نسبته هتعلم نسبة كبيرة في حالة زي دي بيبدأ الضغط بقى يعلى زيادة عن اللزوم والسكر يعلى زيادة عن اللزوم ويبدأ المناعة تختفي الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية تبقى شبه منعدمة كل ده يعني تقريبا فيه عشر اسباب على مستوى العالم بيؤدوا الى الوفاء من ضمنهم ست اسباب بسبب ارتفاع هرمون الكورتزول اللي هو اصلا بيرتفع بسبب الضغط والاسترس ففكرة ان انا افضل يعني مستسلم ان انا عندي ضغط واسترس وما بتعاملش معاهم وما بحاولش ان انا اوقف الموضوع بحاولش ان انا لقي حل يبقى معنا كده ان انا هموت من الخوف مش هموت من الفيروس وانعشت هعيش بامراض مزمنة مش هبقى عارف استمتع بحياتي ففكرة ان احنا نستسلم للخوف نستسلم للقلق نستسلم للتوتر دي لازم ننهيها طيب احنا قلنا هنعمل ايه كاكل عشان نقدر نتغلب على الاكتئاب والقلق وعشان نقدر نقوي المناعة طب نفسيا يعني انا باكل لكن انا جوايا افكار كتير وجوايا هموم كتير وجوايا مخاوف كتير ومش قادر ان انا اتغلب عليها احنا اتفقنا ان انا همشي على ثلاث اتجاهات هشتغل جثمانيا وهشتغل نفسيا وهشتغل دينيا وروحيا عشان يحصل التوازن اتكلمنا في الجثماني طيب خلينا ندخل بعد كده على الجزء اللي هو النفسي وده ما لعبنا بقى طيب النفسي الحقيقة محتاج منك عقل وحكمة ومحتاج منك زي ما بيقوله كوة ارادة ومحتاج منك التزام يعني هو ما فيش حد هيقدر يكون سعيد الا لما بيدور ان هو يسعد نفسه ما فيش حد هيقدر يكون مرتاح الا لما محدش مسؤول ان هو يسعدك ومحدش مسؤول ان هو يريحك تمام في معنا اتصال هنستقبله ونكمل كلام مع بعض اهلا وسهلا تفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاكر السورة اهلا سهلا بحضرتك اهلا بيك شرف بالنسبة للموضوع الحالة بقى على اذنك بالنسبة لديه لابيض يعني مش هو اضرار عصفحة وكده طب تمام يا استاذ احمد انا هجاوب على شؤال حضرتك هو مبدئيا انا شغلي نفسي اكتر لكن انا بحب بالجأ للحاجات الطبيعية لان انا كاخصطائي نفسي مش المفترض ان انا بوصف ادوية فدايما بنوصف للناس الحاجات اللي تساعدها ان هي تقدر تتغلب على الحاجات دي طبيعية لكن هو عمتا بالنسبة للموضوع بتاعنا النهاردة اديه لابيض مضر جدا لان هو دي لابيض بيعلي لو زادت النسبة بتاعته بيعلي نسبة الكورتزول اللي احنا قلنا ان هو ممكن يجيب ضغطه يجيب سكر ويضعف جهاز المناعة ويعمل كل المشكلات اللي احنا قلنا عليها فالمفترض ان احنا قدر الامكان بنحاول نبعد عن الدقيق الابيض وممكن ان انت تستبدله بقى بدقيق الشفان او ممكن تستبدله بحاجات تانية كتير بتكون صحية وفيها الياف وبتساعد حضرتك شكرا لاتصال حضرتك طيب احنا كنا بنتكلم مع بعض عن الحاجات اللي بتساعد الواحد ان هو يقدر يتغلب على القلق والتوتر وخلنا الاكلات والمشروبات على فكرة من ضمن المشروبات اللي بتساعد ان احنا نتغلب على القلق والتوتر جدا الينسون يا جماعة مهم ويعني يا ريد نستبدل الشاي بالفترة الجاية بالينسون ونبعد خالص عن الكفايين العالي في القهوة والنسكافية والحاجات دي لانها بتزود نسبة التوتر فخلينا ده جزء المشروبات عشان نسينا نتكلم عنه فنقوله بالمرة طيب دلوقتي نيجي للجزء التاني اللي هو النفسي قلنا هنحتاج يبقى عندنا كده ستبس بناخدها مع نفسنا بقرارات ان احنا مش هينفع نرجع فيها مش هينفع نتهاون فيها نهائي اول خطوة ايه اللي هو ادراقي للموقف انا بدرك الموقف ازاي يعني انا لو فضلت لما اتعرض لأي مشكلة خلينا مش نتكلم عن الكورونا بس نتكلم عن اي مشكلة بتقابلنا في حياتنا لو انا فيه اتصال تاني تقريبا معنا اتفضل الو ايو نسمة تفضلي اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك عايز علاج الكورونا عايز علاج للكورونا بصي هو عالميا لسه ما اكتشفوش علاج الكورونا لكن احنا بناخد وسائل دلوقتي عشان تساعدنا ان احنا نقاوم يعني الاعراض طيب هقولك الاعراض كشخص عادي مش كدكتور لان انا مش دكتورة بس هي الاعراض بتاعتها ان بيبقى فيه صدع شديد بيبقى فيه سعال بيبقى فيه هبوط عام في الجسم بيبقى فيه رعشة والرشح والعطس بيكون بسيط شوية عن الفلونزة العادية لكن هي دي الاعراض بتاعتها وعامة ما تلاقيش الفيروس الجسم بيقدر يتغلب عليه ناس كتيرة قوي تشافت منه طالما منعتها كويزة وطالما اجهزة جسمها الطبيعية اللي ربنا خلقها لها كويزة بتقدر انها تتغلب عليه وما بتحتاجش حتى انها تاخد ادوية لكن اللي عنده مشكلة اصلا في الجهاز التنفسي او عنده مشكلة اصلا في الجهاز المناع عشان هو مبوز الصوفتوير الطبيعي اللي ربنا عملهن هو ده اللي بيتعرض لمشكلة فانا عايز معانا رحمة تفضلي قالو ايو يا رحمة معاكي تفضلي رحمة معلش مستمعكي تفضلي تاني لو سمحت انا ايو يا حبيبتي معاكي تفضلي لو سمحت يا جوزة عنده اكتئاب ودعما بالسكة يعني يبقى مصدود عن الاكل وعنده يعني حالة النفسية تعدينا يامل ايو طيب تمام طب هو حلو جدا رحمة السؤال بتاعك لان هو اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ان احنا ازاي هنقدر نقوم القلق والاكتئاب والتوتر بالنسبة للكورونا او بالنسبة لأي حد عنده اي مشكلة ايا كانت او حتى عنده زي بقوله يعني استعداد الاكتئاب لكن لو هو مريض اكتئاب وصل لمرحلة ان هو بعايز ينتحر فعليا مش بيقول يعني انا نفسي اموت اللي هو بيدور ان هو يموت نفسه يبقى لازم يروح للدكتور نفسي وياخد علاج دوائي لكن فيما عدا المرحلة دي لو انت سمعت معنا الحلقة النهاردة بالخطوات اللي احنا بنقول عليها هيقدر ان هو نفسيته تتحسن جدا ومن غير اي ادوية وان شاء الله هيبقى طبيعي فاحنا نكلمنا قبل لما انت تتصل بيا على الاكلات اللي هي بتعلي هرمون السعادة في الجسم وبتقضي على القلق والتوتر والمشروبات كمان قلناها دي هيبتدي يخليها في اكلاته كل يوم وهيبعد عن السكريات عن النشويات عن الكافيين عشان دول بيعلوا هرمون الكورتزول فبيبدأوا يعملوا قلق وتوتر وكتاني هيخلي اكله صحي بمعنى اصح فده هيخلي كل حاجة عنده كويسة نفسيته وصحته ومنعته وكل حاجة هنتكلم بعد يعني في الخطوات اللي جاية في الحلقة ان شاء الله هنبتدي نتكلم نفسيا بقى ممكن هو يبتدي يتعامل ازاي مع اي مشكلة هتقابله عشان يقدر يتغلب على القلق والاكتئاب ان شاء الله فمرسيل اتصالك وتابعي معايا بقية الحلقة الجزء النفسي هندخل عليه هو وان شاء الله هيبقى فيه اجابة على السؤال بتاعك طيب هنيجي نرجع الكلام تاني عن نفسيا انا المفروض اعمل ايه لازم اكون وعي ان فيه قوانين للكون وان انا ما ينفعش اقرر انا قوانين الكون او امشي عكس قوانين الكون او اتمرد على قوانين الكون ربنا قال ان احنا في دنيا والدنيا دي دار اختبار ما هياش جنة نعيم لقد خلقنا الانسانة في كبد كبد مش يعني حزن ونكد كبد يعني فيه مشكلات هتقابلك فيه ازمات هتقابلك فيه اختبارات ومحن ربنا يحطك فيها لها هدف هدف ان هو بيديك خبرة عشان تقدر تتنقل للي بعده ساعات الازمة الصغارة بتعلمنا فبنقدر نعيش اللي بعد كده او اتفضلوا اتفضل يا دينا معي اتصال معلش نستقبل اتصال ونكمل كلامنا هلو اهلا وسهلا يا دينا تفضل وحضرتك يا دكتورة اموري حابك سؤالك ايه تفضل اجلت يا دكتورة انا كنت حصلت لقى ازمة ونصبيةها تمام يعني بتكلم عن الكتاب الحرب الجولي فهجات لفترة كنت حصلت لقى ازمة دي كل ما اتبر بافتكره متأثر على الحياة الزوجية تمام ودهت تاني ما حبيلتش ابن التاني هتلاقي ازمة مشابه ده درجة ان انا كنت اعزة نسحل يعني بس ربنا عاربني الحمني لنصب خلقها ربنا يحفظك يا رب حابك طيب هجاوب على سؤالك يا حبيبتي طيب هو اولا الازمة لازم ان يبقى الواحد عنده وعي بيها ويدركها يعني لازم بتعمل شبه جلسات عشان نبدأ نتناقش فيها ونغير الوعي وطريقة التفكير بتاعتك فيها وبعدين بعد كده بتقدري تتقبليها وتكملي لكن انا هقولك حاجة بسيطة تساعدك انتي بتقولي حصلت لي ازمة وانا زيارة والحمد لله تجاوزتيها وعشتي حياتك وحياتك اكيد طول الفترة دي مر بيها حاجات كتيرة جدا كويسة ولو تلاحظي ان لما بيحصل لكيش مشكلة ولا بتوصلي لمرحلة الاكتئاب والرغبة في الانتحار الى لما انتي لوحدك بترجعي تفكري في اللي حصل اللي حصل ده يعني خلاص حصل وعدة انتي اللي بتوصلي نفسك للمرحلة دي لما بترجعي تسترجعي تاني والحل انك توقفي ان انتي تسترجعي وان انتي تبدأي تركزي دايما على الحاجات الإيجابية اللي هي حصلت في حياتك بدل ما تركزي على السلبي ويخليك تحسي بالانتحار اول ما تلاقي نفسك بدأ زي ما بيقولوا الشيطان كده واسويسلي وبجيب لورا ابدأ اركز في النهاردة ايه النعم اللي حصلتلي النهاردة ايه الحاجات الحلوة الجميلة اللي حصلتلي على مدار حياتي ايه الحاجات اللي انا تعلمتها من المحن دي وفرقت معايا في شخصيتي اتبسط ان المحنة دي عدت وان الحمد لله ما تكررتش عشان خاطر ابدأ اتجاوز ابدأ اخد حذري بقى انها ما تتكررش معايا لان ساعات الواحد لما بيفكر في الحاجة انت بتقولي بتتكرر او اتكررت مع حد قريب منك تقريبا الصوت ما كانش واضح ساعتها اللي ممكن يخليها تتكرر معاك او مع غيرك تركيزك عليها تركيزك عليها ده لو قلنا بالعلوم النفسية والتنمية البشرية اللي هو تبع قانون الجذب انت بتفكري فيها كتير فبتجزبيها لكي بتأهلي طريق تفكيرك وكلامك وتصرفاتك لانك عايش فيها انها تتكرر معاكي لو قلنا بالدين انا عنده ظن عبدي بي ان خيرا فخيرا له وتفقله بالخير تجدوه فلو عملت معنا كده ان العكس هيحصل لو اتشاقمتي هيحصل لك اللي انت متشاقمة فيه ولو ظنتي بربنا شر هتلاقيه فلازم دايما تتفقلي خير ولازم دايما تقوي نفسك ولازم دايما تركيزي على الايجابي الافكار هي اكتر حاجة ممكن تضيعها يعني انا كده تقريبا شبه جاوبت باختصار بس طبعا الازمات الكبيرة زي ما قلنا ممكن بتحتاج جلسات شوية لكن هي لو قدرت تعمل كنترول مع نفسها وحطت الكلام اللي قلت لها ده في بالها بالعكس هيكون ده مصدر قوة ليها اكتر ومصدر سعادة ليها اكتر انها حست انها قدرت تتغلب لوحدها وهتقدر تتغلب بسهولة اكتر في اللي جاي هي من النقطة اللي انا تكلمت فيها معيها هنبدأ نكمل يعني انا لازم يكون وعي وادراكي للموضوع بطريقة عقلانية ما عودش اركز على كل الجوانب السلبية بس يعني ما عودش اركز وانا بكلم يعني ابعد عن السلبيات والسلبيين والسلبية اتلأ كله مشتقاتها يعني انا ما منفعش ان انا اكون سلبي يعني ما منفعش ان انا افضل اتصرف زي ما كنت واهمل في نظافتي واهمل في تعقيمي وتعامل مع الكل وادخل في زحام لا لازم اكون ايجابي وابدأ اخذ الخطوات اللي هي ممكن تحافظ علي وتحافظ على المسؤولين مني وما تخلنيش اضر حد ولا ضر نفسي ابعد عن السلبيين يعني ما عودش اتكلم مع الناس اللي بتحكيلي عن عدد الوفيات وعن الازمات الاقتصادية اللي حصلت وعن الازمات الاقتصادية المتوقعة لا اقعد اتكلم مع الناس اللي هتبدأ تحكيلي ازاي اقدر احافظ على مناعة جسمي ازاي اقدر اشعر بالسعادة في الظروف الكئيبة دي ازاي اقدر استفيد من الوضع اللي موجود ازاي اقدر الاقيلي فرصة شغلي كويسة في الظروف دي ازاي اقدر اقضي وقت كويس في البيت استفيد بيه بما اني فيه ناس بقى بتقعد في البيت اكتر اتحول للجزء التاني يعني ابعد عن السلبيتي اقعد مع الناس السلبين ابعد عن السلبيات بلاش اقعد ادور وسرش طول الوقت عن ايه اخبار الكورونا لان احنا خلاص قردي عارفين ايه هي الكورونا وايه هي اعراضها وازاي نحمي نفسنا منها فاي اخبار جاية بعد كده هتكون اخبار عن عدد الوفيات عن الازمات الاقتصادية دي بتأثر علي انا سلبيا يعني معنا اتصال تقريبا دلوقتي هنستقبله ونكمل كلامنا اتفضلي اهلا وسهلا اهلا بيك حبيبتي اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايا كان اللي معايا منوارين السؤال بقى طيب هو تقريبا الاتصال اتقطع حول تكلمونا تاني طيب قلنا في النفس يا جماعة احنا المفروض هنبعد عن السلبية في حياتنا فهنكون ايجابيين وناخد الخطوات اللي تحمينا وهنبعد عن السلبيين اللي بيتكلموا في الجوانب السلبية ونركز على الايجابي وهنبعد عن احنا ندور عن السلبيات عشان يبقى ادراقنا للموضوع ووعينا بيه بطريقة صح انا افهم ايه هو المرض ايه هو علاجه ايه هي منعته ابدأ بعد كده اخد الخطوات ايه الخطوة بقى اللي بعد كده خطوة اننا هاخد دور القيادة ربنا خليني عشان يبقى ليه دور في الحياة ابدأ اشوف انا همارس حياتي ازاي بطريقة امنة هبدأ اشوف ازاي احمل اللي حولي هبدأ اشوف ازاي الاقي مصدر رزق بديل لو كان مصدر رزق اتأثر هبدأ اشوف ازاي ممكن الاقي مصدر رزق خاص في الازمة دي ممكن يكون باب رزق تفتح يعني فيه والله نوع من غير ذكر اسماء من الكلونيا هي كلونيا مش بيرفيوم كان جدي اللي بيستعمله ومن يوميا ما عادش حد بيستعمله خالص وفجأ حد نزل على الفيسبوك ان نسبة الكحولي فيه 70% فماشاء الله بقيت الناس طوبير على المحل بتاعهم يعني معادي في الشارع كمان طوابير برا فساعات الازمة بتكون نعمة على ناس ساعات الازمة بتكون فتح باب خير بس لما انا بفكر ازاي ممكن ان انا استفيد منها مش بستسلم ان انا افضل زايما الحاجة التالتة ان انا لازم اكون عندي يعني بعمل لنفس البالانس يعني انا وانا مكرر خلاص ان انا مش مش هبص العسلبيات ولا سلبيين هلاقي في النص دخل ناس غصبا عني مش انا اللي ساعات ليهم لكن جوم ودوني شوية طاقة سلبية خلاص قابلتهم صدفة في شغلي جولي يعني قابلوني في الحياة قاعدين معايا في البيت هعمل ايه لازم اعمل البالانس فلازم اعمل كتاب النعم كل يوم يعني انا كتاب كده هطلعه واكتب فيه النعم اللي ربنا كرمني بيها وكل يوم اقراها ولازم ازود عليه على الاقل خمس نعم ونعم الله لا تعد ولا تحصى فلو كانت الناس حواليا والدنيا حواليا هتفضل تطلع لي السلبيات غصبا عني بتظهر قدامي حتى لو ما ساعدش ليها انا هفضل اطلع لنفسي النعم وهفضل اطلع لنفسي الكرم اللي ربنا كرمني بيه فده هيديني سعادة وهيعمل لي توازن وهيساعدني ان انا استمر الحاجة التالتة ان انا عايشة في وسط بشر فلازم اكون عندي ادراك ان انا لازم اولا اعرف ان دول بشر ما هماش ملايكة فلا انا هطلب من البشر الحوالي ان هم يكونوا مثاليين في الازمة ومتعاونين ومضحيين ومعطئين ولا هطلب من الحكومة والوزرات انها تكون مثالية ولا تخطئ لان احنا ربنا خلقنا بشر بنصيب ونخطئ ودي ازمة وكلنا اتفاجئنا بيها ووارد ان يحصل حاجات ما نكونش مستعدين ووارد ان يحصل حاجات ايجابية وحاجات سلبية انا مش دوري في الحياة ان انا انتقد اللي حوالي اوالو مع اللي حوالي اوافضل اطلع اللي حوالي غلط اواتخنق معيهم وإلا هافضل انا في نكد ومش هيحصل حاجة ايجابية دوري اشوف انا دوري ايه وازاي اقدر اتأقلب مع سلبيات المجتمع ومع سلبيات البيئة ومع سلبيات الدولة ايا كانت السلبيات الموجودة ازاي اقدر اتقلم معها وكون ناجح في دفس الدولة اللي انت كشاب بتشتكي مثلا انها مفيش فيها امكانيات او مفيش فيها ظروب في شباب في نفس السن ده مليونيرات وفي منهم مليارديرات وبرضه عايشين في نفس الدولة وبنفس الامكانيات دي اللي اختلف ايه اللي اختلف طريقة الفكر طريقة التصرف الوعي اللي موجود طبعا من ضمنه بيبقى العلاقات اللي اكتنا عشان هي ميقولش اصل حظه ولا هي وسطة لا هو في حاجة اسمها وعي فالوعي ده خلاه يبقى عنده ثقافة فالثقافة دي خلته يبدأ يختلط بالناس اللي هم المفروض في المحيط الناجح فلما بيبدأ يختلط بيهم بيبقى له علاقات وبيبقى له خبرات بتساعده ان هو يبدأ يبقى في دايرة تساعده على النجاح معنا اتصال تاني استاذ علاء اتفضل حضرتك كنت عايز اسأل عن الاكتئاب النفسي جسمي الاكتئاب النفسي يا فندم معلش جسمي اللي هو حس باعراض والدكات تقول لي من العراض دي مش موجودة ما هو اي نوع من التعب النفسي لازم بيبقى له اعراض جسدية بتظهر على حضرتك الخمول والواجع الجسماني وبيوصل يعني لمرحلة تساقط الشعر والزغلالة والصداع والمعدة بيحصل اضطرابات معوية كل دا مصاحب انا يعني انا لو عليكت المنبع هتتشال كل الاعراض فانا لو سيطرت على الاكتئاب واللي هو بيصحبه قلق وتوتر في الايام اللي احنا عايشينها دي هلاقي الاعراض دي كلها اختفت وهلاقي مناعة جسم علية وقدرت تقوم اي مرض حتى هيكون صبني بسبب المرحلة دي فنفس الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها عشان نقدر نتغلب على الاكتئاب والقلق والتوتر بسبب الكورونا دلوقتي هي دي نفس الخطوات لو انت اتبعتها مع اي شعور بالاكتئاب او اي شعور بالقلق او اي شعور بالتوتر هيقبلك هتقدر ان انت تتغلب عليه سواء بالاكلات والمشروبات سواء بطريقة الادراك والوعي والتفكير والخطوات اللي احنا بنقولها احنا اتكلمنا في النفسي قلنا ان احنا هنبدأ نفكر بطريقة ايجابية بعيدة عن السلبيات والسلبيين والسلبية هنبدأ نقوم بدورنا في الحياة هنبدأ نعد نعم ربنا علينا هنبدأ يعني زي بيقولوا نختلط بالمجتمع ناخد منه ايجابياته اللي هي نختلط بالمجتمع الايجابي اللي عنده ثقافة اللي عنده خبرة اقدر استشيره في حاجة اختلط بالايجابيين اللي هيقدروا يدعموني نفسيا اختلط بالايجابيين اللي هيقدروا يفرحوني ويفرحوا معايا بنجاحي لان الانسان كان اجتماعي مش هقولك انعازل عن الناس لكن فيه تلات حاجات ما تاخدهمش من الناس النقد فيك اللي هو مش حقيقي يعني لو حد بينقودك لانه غيران منك او متضايق من نجاحك او بيعمل اسقاط هو يعني فشل فعايز يحسسك ان انت كمان عندك فشل زيه فده ما تحطوش في اعتبارك خالص صورتك قدامهم ان انت ساعات الواحد بيعمل حياة كتير مجرد بيشكله حلو قدام الناس مش عشان هو محتاجها مش عشان هي تفرق معك نجاحه او في حياته فده بيستهلك منه وقته ومجهود وتفكير بيخليه يعطله عن النجاح وبيعمل له استرس وضغط عصبي فضيع فمش يهمك نقضي الناس مش يهمك صورتك قدام الناس انت تحافظ ان انت تكون شخصية جميلة مش عشان عمتا بصفة عمى داخليا وخارجيا بعد كده اللي يعجبه الشكل ده او اللي يعجبه التصور ده تمام معاك اللي مش عجبه اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية انت مش مطالب ان انت يجتمع عليك البشر كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عليك البشر ربنا اللي خلقنا كلنا لم يجتمع عليك البشر مش كل الناس مؤمنين فمش شرط ان انت تحط قدامك هدف رضاء الناس ده مش مهم المهم ارضاء نفسك وارضاء ربنا قبلك كل طبعا ما تلتفتش للنقد لو هو مش حقيقي وما تخليهوش يأثر فيك وما تخليهوش ياخد من طقتك لكن تحاول تختلط بالناس وتاخد منهم زي ما بيقولوا الروح الحلوة والاجتماعيات الجميلة والدعم النفسي والاستشارة والخبرة والمساعدة اكيد كل واحد محتاج اللي حواليه ساعده فلازم ابدأ اختلط من اللي حواليه من منطلق ان انا لا دورني ولا دورك يعني انا حاول اساعدك بكل حاجة انا اقدر عليها هحاول اديك النصيحة بس النصيحة مش في العلن النصيحة على جنبه وايلا النصيحة في العلن فضيحة زي ما بيقولوا وبرضو هتقبل منك النصيحة وهتقبل منك المساعدة لكن لا انا هبتدي انتقدك لمجرد النقد ولا هبتدي اطلب منك المثالية ولا انت كمان تنتقدني ولا تطلب مني المثالية فدي الحدود اللي انا بحطها في علاقاتي مع الناس لكن احاول اقرب من الناس جدا في الفترة دي في نطاق المحيط الطبيعي يعني مش يازم نخرج في تجمعات لكن ممكن نسأل على بعض في التليفون يعني أنا فيه ناس كتير ممكن يكون مش فاضية أسأل عليهم في التليفون أسأل عليهم الناس اللي معايا في البيت كده كده أعود معاهم فيه ناس مكانتش فاضية تقعد مع بعضيها مش فاضية تاكل مع بعضيها مش فاضية تسمع لبعض أحاول أعمل حاجات وأنا قاعد في البيت تسعد اللي حوالي أكل حلوة بالنسبة للستات كلمة حلوة تصرف حلو نقطة حتى كلمة فيها حنان أحاول أسعد اللي حوالي في المحيط اللي أنا قاعد فيه لأن ده هينعكس علي أنا بالسعادة فدي من ضمن الحاجات اللي لازم أكون حريص عليها نفسيا في الفترة اللي جاية إن أنا يبقى عندي محيط اجتماعي مريحني وبريحه لكن مش لازم بالاختلاط في تجمعات لكن يبقى لي تواصل مع البشر سواء عن طريق النت سواء عن طريق الهاتف أو مع الناس اللي موجودة معايا في البيت لأن أنا لو عزلت نفسي فعليا خالص أكيد أحس بالاكتاب ربنا خلقنا كائن اجتماعي يبقى دي من الحاجات برضو اللي أنا لازم أرعيها نفسيا في الفترة اللي جاية عشان أقدر أكون ساتسفايد طيب إحنا اتكلمنا على كذا حاجة في الحاجات النفسية قلنا البعد عن استلبية قلنا أن أنا هبتدي أخد دوري قلنا أن أنا هبتدي أعد نعم ربنا علي قلنا أن أنا هبتدي اختلط في المجتمع بقواعد معينة تساعدني أن أنا أكون مرتاح دي كلها حاجات نفسيا وكلمنا عن الجسدين قبل كده طيب تيجي للروحيا بقى أنا أخص طائق نفسي مش حد متخصص في الدين لكن مما لا شك فيه أن كلنا مؤمنين وكلنا يعني لازم يكون إيمانا قوي لأن زي ما قلنا استحى النفسية بتعتمد على التوازن ما بين الجسد وما بين النفس وما بين الروح اللي هي الجوانب الروحية حتى في علم النفس في الزكاء الروحي والزكاء الروحي ده العلاقة اللي هي الربانية العلاقة بيننا وما بين ربنا يعني طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن إذا حصلت أي وباقة أو أي مشاكل اللي هو بما معناه لأن أنا مش حافظ الحديث مش حايزة أن أنا تطرق لنصوص يعني ممكن أغلط فيها ويا مش معايا أنا ورقة بتكلم معاكم بتلقائيتي فالهو يعني امسك عليك لسانك والزم بيتك وابكع على خطيئتك يعني إحنا المفروض ما نعودش ننشر إشعاعات ما نعودش نتكلم في سلبيات ونحاول إن إحنا نعود في بيتنا ونبتدي نشوف إحنا هنزبط حالنا إزاي فيه ربنا قال استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل استماع عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين اللي خايف من المجاعة واللي خايف من الفقر يستغفر من يستغفر يجعل له من كل هم من فرجة ومن كل ديك المخرجة ويرزقه من حيث ليستغفر فاللي خايف من الهم والحزن يستغفر طبعا من ضمن الحاجات اللي بتساعد جدا على الراحة النفسية الصلاة ده المديتيشن الطبيعي فصلي ادعي وادعي بالحاجات اللي هي زي ما بيقولوا في 99 اسم الربنا كل اسم خاص بهدف في الحياة فإحنا عندنا أهداف معينة في الفترة دي إن احنا نبقى جسمين يعني إن احنا نخف من أي أمراض والغنى وكده فممكن ندعي باسم الله البارق ندعي باسم الله الرزاق ندعي باسم الله الحافظ فندعي وإحنا بنستغل الأسماء اللي هو الحسنة لأن لها طبعا كرمات جميلة جدا ففي الجزء الديني موضوع الصلاة موضوع الاستغفار موضوع الدعاء موضوع العطاء لأن إذا أنت كريم فالله أكرم إذا أنت بتعتي فربنا مش هيمنع إذا أنت بترحم فربنا أكيد هيرحمك إذا أنت بتحافظ على المحيط اللي حواليك ربنا هيحافظ عليك فتعامل من منطلق العطاء لأن ده هيساعدك على استعادة في الدنيا وعلى الحفظ من جانب ربنا وعلى استعادة في الأخرة إن شاء الله من ضمن الحاجات اللي حابين بس نختم فيها لأن هي مشتركة شوية ما بين يعني في الجزئية دي في الجزئية بتاعة الإجراءات اللي بناخدها يعني عشان نتغلب على القلق والاكتئاب والتوطو عشان بيع كامتين نشوف إزاي هنحول النقمة اللي احنا فيها أو الأزمة لنعمة في حاجات لازم تعملها بديهي لازم تنام بطريقة صح يعني إيه أنام بطريقة صح يعني لازم أنام 8 ساعات يوميا 8 ساعات دول يكونوا قبل الساعة 11 بساعة أو ساعتين ويكونوا في ظلام تام وإن أنا أصحى يكون على وقت صلاة الفجر سبحان الله اللي ربنا أيلهلنا هو الصح لأن الوقت ده هو اللي بيساعد على أن الهرمون بتاع اللي هو الهرمون بتاع الميلاتونين وهرمون النمو والمنع كلها تعلى وأعصابك تسترخي وتبدأ تستعيد قوتك ويحصل زي ما بيقولوا تنظيف داخلي لكل الطاقات السلبية والكل الميكروبات والفيروسات والأمراض اللي جواك غير كده هيبقى تأثير النوم أضعف عليك هتلاقيك صاحي تعبان جسمك مكسر مصدع حاسس أن أنت مرتحتش لكن لو نمت عدد استعاد دي في الوقت ده هيكون النوم أكثر فايدة فيك ليك تاني حاجة نتنفس بطريقة صح إحنا عادة بنتنفس بربع الرئة بتاعتنا لكن المفروض أن إحنا ندخل الأكسوجين كويس للرئة والخلايا بتاعت الجسم كلها لأن الجسم بيشتغل أساسي بالأكسوجين والمية فأنا عايزة أتنفس كويس أتنفس كويس إزاي بدخل الأكسوجين يملأ الرئة عندي باريت لو يملأ منطقة البطن كده وبحاول أن أنا أحبس الأنفاس لمدة تقريبا عدتين أو تلاتة على قد ما بقدر ماكسوم خمسة وبعدين ببدأ أطلع النفس من بقي اللي هو الزفير بطلعه بالراحة خالص الموضوع ده المفروض أن أنا أعمله 15 مرة الصبح 15 مرة بالليل وأنا في وضع استرخاء لأن ده ميديتشن كده طبيعي ده بيدخلي أكسوجين بينقي جسمي بيزود تركيزي بيريح أعصابي بيشغل خلايا بتاعتي كويس بيعلي معدل الحر بيفصل شوية القلق والتوتر والاسترس فدي من ضمن الحاجات اللي لازم أكون حريصة عليها إن أنا أتنفس كويس فأقولنا أنام كويس أتنفس كويس أعمل رياضة الرياضة دي ممكن تكون زي بيقولوا الاسترخاء العضلي يعني المفاصل عندي بحرقها دائري جهة اليمين وجهة الشمال ابتداء من مفاصل الرزغ للكوع للكتف للرقبة الرجلين الرجبة وتحت ببدأ حرق دائري يمين وشمال دي برضو بتساعد على إفراز هرمون السعادة وبتساعد على الاسترخاء وأن أنا أتخلص من الاسترس فلازم أنام كويس أتنفس كويس أتحرك صحة يعني أعمل رياضة أتغذى كويس بالحاجات اللي احنا قلنا عليها الميديتيشن وأن أنا أتأمل وأن أنا أعمل لنفسي يعني حوالي 12 دي الـ 15 دي كل يوم أتأمل كده وأعود أفكر فيه أفكار إيجابية وفي نعم ربنا علي وفي مواقف حلوة حصلت لي ده لازم أعمله لنفسي كل يوم مع كتاب النعم اللي احنا قلنا عليه عشان يحصل التوازن فدي كلها حاجات بجانب طريقة التفكير والتعامل اللي احنا تكلمنا عليها بجانب الأكلات والمشروبات اللي احنا تكلمنا عليها لو التزمتوا بيها مش عملناها يوم واثنين وثلاثة عايزين نكون وقعيين أنا بقالي سنين بتعرض لضغوط بقالي شهور في أزمة بقالي يعني فترات الدنيا ملخبطة معايا مش أول ما أعمل الحاجة دي لمدة يعني عشر مرات إيه ده أو أنا ما بقيتش كويس ليه أو أعملها يوم واثنين يعني أنا أحسن بس مش حاسس إن الدنيا تزبطت عشان الدنيا تتزبط لازم يبقى فيه انت عملت واستمريت وبدأت الدنيا تتزبط بالتدريج من حواليك زي ما تلخبطت هي هتتزبط أسرع كتير مما تلخبطت مش بزت في سنين فهتقعد سنين على ما تتصلح لا هتقعد بس يعني على الأقل هتقعد مثلا يعني أسابيع وتبدأ تحس إن أنت الدنيا أحسن هتقعد مثلا شهرين تلاتة وتبدأ تحس إنها تزبطت فخلينا بس عندنا صبر وعندنا نفس طويل وعندنا عزيمة وعندنا أراضة إن خلاص ده بقى سيستم حياة وده هو الصح اللي أنا لازم أمشي عليه على طول أنا مش بجرب لا أنا بعدل فأنا خلاص هبقى كده وده كراري إن أنا هبقى كده عشان هو ده اللي مفيد لي وهو ده اللي صح أنا جربت العكس وما فدنيش فهبدأ أجرب المفيد هبدأ أجرب الصح يعني أنا عايز أحكي لكم عن تجربة شخصية حصلت لي من ناحية التقبل وطريقة التفكير وطريقة التصرف إحنا كأخصائيين أو حتى الأطباء النفسين أو أيا كان إحنا بشر مش على طول عايشين سعدة مش على طول ما بندهش من مشاكل مش على طول بنتصرف صح أحيانا لما بتتحط في الأزمة مرة واحدة رد فعلك الطبيعي رد للفعل البشري الطبيعي إنك بتتدايب بتتعصب بتتلخبط كل حاجة الفرق ما بيننا إن الوعي بيخلينا نرجع نقف تاني ونفكر ونزبط نفسنا إن بيخليني أخد قرار إن أنا هتحكم في نفسي لما حصل السيول اليومين اللي فاتوا والمية قطعت فجأة والكهرباء قطعت فجأة فبقينا اللي هو إيه قطعت مية ونور زي حتى ساعات ما بنقول الواحد أكيد كان متلخبط وشغله عطلان ومتدايق ومخنوق والدنيا بدأت تكاركب عنده في البيت وعايز يتوضع وعايز يتشطف وكده فمتدايق فأكيد تعصبنا وأكيد تدايقنا لكن لما حصل بعدها إن خلاص هو كانت اليومين دول وأول ما المية جات بدأنا نزبط لما جيك بعد كده حصل التعكير بتاع ماء النيل والواحد بدأ يعرف إن إحنا عندنا فترة على بال ما النيل يبدأ يصفى هيبدأ المية تتقطع خلاص بدأت أفكر مع نفسي إن في وضع قائم وإن أنا لازم أتأقلم عليه وإن أنا إزاي أقدر أحقق أهدافي في ضوء الوضع الجديد وإزاي أعمل مكاسب فبدأنا نتفق خلاص أنا هنخز المية إزاي بدأت أوزع الأدوار ما بيني يعني أول يوم ده كان نجد عندنا في البيت لكن بعد كده برغم أنه استمر بقينا خلاص موزعين الأدوار أول ما المية تيجي عندنا حفلة يعني حد من بنتي بتبدأ تملى أزايز إبني بيبدأ يملى الحاجات الكبيرة للمفروض إحنا هنستخدمها بقى في الوضوء أو في الطبيق أو كده أنا ببتدي أخصر بسرعة الحاجات اللي في المطبخ فأول ما المية تيجي كأن في حدث سعيد حصل وكل واحد بياخد دوره وبنبدأ أن تسابق مين اللي عمل الدور أحسن واللي بيخلص الأول بسرعة هو اللي بيلحق يدخل الحمام الأول ويتشطف مش بنتخانق عليه أو يتوضى مش بنتخانق على الحمام وبدأت تبقى فيه روح حلوة وخلاص المية ماتوعة بقىنا متقبلين وضع طبيعي وكل واحد شايف حياته وبدأنا مأمنين نفسنا وبدأنا نتعامل في المية برضو بحرص وما عادش فيه إسراف عجبني أن بقيت أسمع مصوت ولادي لما المية تيجي اللي عنده أربع سنين جي يقولي أنا مبسوط يا ماما أن أنت خلتيني أساعدك فاكتشفت أن المحنة خلتني أحمله المسئولية اللي يمكن ما كنتش بحاول حملها له عشان سنه صغير خلته هو يبقى عنده ثقة في نفسه وخلته يبقى سعيد النهاردة قبل بما جيلكم المية كانت جات وأنا نزلة قال لي ما تقلقيش أنا هاملالك المية كلها أنت عايزيني هاملالك إيه فبدأ هو يشيل المسئولية حتى وأنا مش موجودة فقصدي سعيد فعلا الأزمات بتخلي بتكون نعمة من ربنا لأنها بتخلينا نكتشف حاجات حلوة وبتخلينا نقرب من بعض وبتخلينا نعتمد على نفسنا وبتخلينا نحس النعمة اللي موجودة عندنا ونحافظ عليها ناس كتير قوي في الفترة اللي فاتت لقيتها كاتبة على الفيسبوك أتاري اليوم اللي بيعدي من غير ولا حاجة ده يوم حلو جدا طبعا اليوم اللي بيعدي من غير ولا حاجة ده هم كانوا بيشتكوا فيه مليون حاجة لكن اكتشفوا أن فيه نعم كتير كانت عندهم وهم مش حاسين بيها اكتشفوا أن فيه نعم كتير كانت عندهم وهم كانوا بيسرفوا فيها أو بيهملوا فيها فكان ممكن تضيع أكتر وأكتر فساعات كده ربنا بيحب يهملنا وقفة يخلينا نحس النعم يخلينا نحافظ على النعم دي أكتر يخلينا نكتشف جوانب حلوة في بعض وفي نفسنا فيعني ما نزعلش يعني رب الخير لا يأتي إلا بخير وربنا بيبقى له حكمة ورسالة في كل حاجة وإحنا لازم ما يجلنا الحاجة دي سواء كانت مشكلة سواء كانت أزمة سواء كان موقف مع حد لازم ندور على لسالة ربنا منه إيه يا رب أنت عايز تكفر لي زنبه ولا أنت عايز تعلمني حاجة ولا أنت عايز توجهني لطريق فأنا مش دوري يعني يعني ربنا قال توكله يعني مش دوري بس أن أنا عايش والله أدعي ربنا واستنى أن ربنا يعمل لي كل حاجة يعني الله المساء العربية مش بيشتغل عندي ربنا قال إن توكلتوا على حق توكله رزقكم كما يرزق الطير يعني تاخدوا خمصا وتعودوا بطانا لو أنا بقول المعنى صح المعنى يعني أن بيرزقك زي ما بيرزقوا الطير بتروح وبطنها فاضية وجعانة وبترجع وهي مليانة بس ربنا ما حطلهاش الأكل في العيش ربنا لازم جعلها إنها تسعى وتبدأ تشوف الفرص اللي ربنا بيتحالها في الكون وتتعب وتوصل لها عشان يرجعها معدتها مليانة ومرتاحة الطيور عندها ثقة في ربنا عندها ما بتخافش بتبكرة ما بتخافش باللي بيحصل هي شايفة إن هي دورها إن هي تسبح وتعبد ربنا وإن هي تدور على أكلها وربنا كده كده حفظها وهيرزقها لازم يكون عندنا إحنا نفس المفهوم ده طيب في خمس دقايق اللي بقين كده عشان ما عادش اللي بقين خمس دقايق هقول لكم بسرعة إزاي ممكن نستفيد من الأزمة ونخليها نعمة ممكن نعمل حاجات كتير أولها إن إحنا هنبدأ عندنا وقت إن إحنا نعدل عاداتنا السيئة اللي ما كناش فاضين ولا قادرين نلاقي وقت نعدلها فهنراجع نفسنا السلبيات اللي إحنا لحظناها في نفسنا أو الناس كررتها فينا كتير في إخناقات وإخلافات ونبدأ نحط لها حلول يعني أبدأ أتخيل إن أنا حد بنصحه إنت عندك كذا ولازم تعمل كذا عشان إحنا بنحب قوي نفتي فأحط النفس الحلول والتزم بيها لمدة 21 يوم عشان أبدأ أعدل في شخصيتي إيجابيا الحاجة التانية إن إحنا نبتدي نمي مهاراتنا ونمارسها يعني أتعلم كل يوم حاجة جديدة عن طريق مواقع التعليم عن بعض عن طريق اليوتيوب فيديوهات مجانية عن طريق كتب بقراها وأبدأ أمارس المهارات بتاعتي اللي بيحب يرسم اللي بيحب يعزف موسيقى اللي بيحب يكتب يعني كل اللي تبدأ تمارس ده لأن ما كانش فيه وقت لي في الأول فده هيحسسني بمتعة وهينمي من شخصيتي وهيديني ثقة بنفس وسعادة أبتدي أراجع نفسي في موضوع إدارة الأدوار أنا كنت مأثر في أدوار إي أنا كنت واخد دور الشخص العامل المكافح طب دلوقتي دوري كأم أو دوري كأب لو أنا مأثر فيه دوري كابن مع أمي وأبويا لو أنا مأثر فيه دوري في المجتمع لو أنا المفروض أعمل حاجة لله مع ربنا المفروض أعمل إيه لله أبتدي أشوف الأدوار التانية وديلها حقها لأن ده هيخليني أحس أن أنا بحق نجاحات في حياة تانية هيخليني حس بسعادة وراحة نفسية هيخليني يريح لي ضميري شوية ويشيل من الحمول اللي كانت علي أن أنا حاسس أني مأثر فهيعمل لي تعويض فبعد ما زي ما بيقولوا أعالج العيوب وبعد ما نمي المهارات وبعد ما زبط الأدوار أبتدي أدخل على مرحلة التفكير برى الصندوق أبتدي أشوف إزاي ممكن أتعامل في الأزمة دي عشان ما تأثرش عليها سلبيا وإزاي أقدر أستفيد منها هحدد الاحتياجات والرغبات بتاعة الأفراد اللي موجودين ومخاوفهم في الحياة وراجع إمكانياتي ومهاراتي وشوف الإمكانيات والمهارات اللي عندي دي ممكن تلبي احتياجات ايه أو تضيع مخاوف ايه عند الناس عشان أقدر ألاقي الفكرة اللي أنا أقدر أشتغل عليها في الفترة دي وحقق منها مكسب فأبدأ ألاقي باب رزق جديد وأبدأ ألاقي نجاح جديد وأبدأ يمكن تكون من أكتر فترات نجاحي فيه ناس بتبقى أغنياء حرب زي ما بيقولوا احنا ما عندناش حرب الحمد لله الموضوع أبسط من كده بكتير فدول كده الحاجات اللي لازم نعملها عشان نحول الأزمة لنا أخيرا عايزة أختم معاكم أن أنا أقول لكم الموضوع مش كبير والموضوع مش خطر والموضوع مش مفزع إحنا عندنا أمراض في مصر وعدت علينا حروب وعدت علينا ثورات في مصر وأزمات كانت أكتر من كده بمراحل وإحنا عدناها اللي إحنا فيه ده إحنا كشعب إحنا ملناش دعوة بأوروبا والترفيه اللي عندهم إحنا كشعب مصري مرينا بالأصعب من ده بكتير ولو هم خايفين من فيروسات إحنا عندنا فيروسات وميكروبات أكتر من دي بكتير يا جماعة إحنا وضعينا مختلف إحنا مصريين فرعنا فما تقلقوش وما تخفوش خدوا احتياطاتكوا واستمتعوا بحياتكوا واستمتعوا بوقتكوا واستفيدوا من الأزمة وتعاملوا بثقة الناس كلها كانت متغازة مننا أن إحنا مش يعني زي يقولوا ما عندناش كورونا ومش حاملين هامل الكورونا فياريت نكمل على كده بس مع أخذ الاحتياطات اللازمة في المناعة وتنفيذ طبعا يعتقل الأمر زي ما بيقولوا في كل أحوال لكن في نطاق بيتنا احنا ممكن نعمل حاجات كتيرة كويهيسة جدا سواء كان للشغل أو لعائلتنا أو لنفسنا أو لربنا فما تضيعوش الفرصة الحلوة دي ممكن تكون بعد كده من أحلى فترات حياتكوا من أحلى زرقرياتكوا لو أنتوا تعملتوا معها صح الموضوع ما فيهوش خطورة إلا على الناس اللي بتتعامل غلط مع نفسها وبتهمل في صحتها فحاولوا بس تحافظوا على مناعتكوا وتحافظوا على صحتكوا هو في الأول وفي الآخر هو دور ألف الونزة هو دور برد يعني كانوا بالناس بتستهون بها يا عم ده دور برد حتى لما كان حد يقول حد خد دواء وهو فعليا الناس اللي خفت منه خفت ونسبة عالية جدا وأعلى بمراحل من اللي ماتوا منه وبرضو وهم لسه مخترعوا لهش دواء وعدت ألف الونزات كتير على مصر وكانت الناس عايشة عادي فلو سنحتوا اهدوا واستمتعوا وخليكوا دايما في نفس عنوان الحلقة بتاعتنا أما بعد مش مهم مش هفضل أفكر في الكورونا وهفضل أتكلم عن الكورونا وهفضل مركز في المشكلة خلينا نفكر أما بعد اعملوا الخطوات اللي قلنا عليها في المأكولات والمشروبات التزموا بالنوم والتنفس والرياضة والجيدة ابعدوا عن طبعا العبادات والصلاة والصوم والدعاء السوم يا جماعة بيقوي المناعة جدا سوم وتصحه ما تنسوش أبدا موضوع السوم والصلاة والدعاء والاستغفار والأهم من ده كله ابدأوا استفيدوا بالوقت ده ان انتوا تطوروا نفسكم وتعملوا الحاجات اللي كنتم مقصرين فيها وتحسنوا علاقتكم باللي حواليكم وحاولوا تفكروا انتوا والمجموعة اللي حواليكم ممكن تعملوا ايه يفيدكم ويفيد الناس في الأزمة دي وان شاء الله اللي جاي كله أحسن ودايما بقولها لنفسي لما بدي قوي ظن بك يا سنة دي جميل ظننا بربنا لازم يكون خير ربنا قال أنا عنده ظن عبدي بي مش عايزين قلق ومش عايزين خوف مش عايزين توتر عشان ما يحصلش زي اللي حصل من يومين وننزل نشتري كل حاجة وحاجات مش محتاجينها عفشان احنا خايفين نتزنق ماديا فنزنق نفسنا وخايفين الدنيا تغلى فتقوم الأسعار تغلى علينا خايفين ما يبقاش فيه أكل في المحلات فاحنا خلصنا الأكل فتعاملنا مع الموضوع بطريقة غلط هيخلينا يحصل اللي احنا بنخاف منه رغم أن مصر هي هيها يعني بنفس الكورونا اللي فيها في اليوم اللي قبله ب24 ساعة على طول وكانت الأسعار زي ما هي والأكل زي ما هو الناس ماشية في الشوارع عادي مجرد ما اتقال أجازة المدارس وبدأت الناس تقلق بدأوا يتصرفوا غلط بدأوا يحطوا نفسهم في المشكلة فعلا فيا رب يحفظ مصر ويا رب يحفظ المصريين وياحفظ الدول العربية كلها وان شاء الله يا رب أكون قدرت أفتكم النهاردة وقدرت أدلكوا خطوات عملية متشكلة جدا لكل اللي اتصل وتحت أمركم لو فيه أي سؤال أو استفسار بعد كده كنت معاكم النهاردة الأخصة النفسي والاستشاري الأسر والتربوي دينا الجيار ونتقابل يا رب مع بعض في حلقات تانية على طول وكون كلها في مناسبات حلوة بإذن الله خبراء المستقبل ويانا من نتقدم بخطانا ونجحهم قضوة وطريق وإفادة في كل شيء خبراءنا في كل المجمات وجوايز وحلموا سبقات خبراءنا تابلنا عشان ننجح وننشتري أو نتعالج أو في النقود